اشتركوا في القناة سؤال دائما بكلمتين علمي او ادبي اي كلية وين اتوظف اسئلة مشهورة طبعا اقدمكم بالحلقة ارشادات في التعامل في هذا الطريق التعليمي والمهني مع ضيفنا الفاضل خلقكم معنا تعتبر عملية اكتشاف الذات من اهم المراحل العمرية والتي لابد منها من وقفة تجاه هذه المرحلة المبكرة من الحياة لاكتشاف الميول الشخصية والقدرات العقلية تجاه اختيار التخصص المناسب وتتمثله اهمية اكتشاف الذات انه يساعد مسبقا على اختيار التخصص الدراسي المناسب والذي يتسيق مع الميول الفردية وقدرته ويمكن للفرد البدء بمعرفته ميوله واهتماماته من خلال التفكير في الانشطة والتي يستمتع بها ويتميز باتقانها ويجب ان يكون اختيار التخصص الجامعي نتيجة لمزيج من الاهتمامات الشخصية والمهارات والاهداف المهنية الاكتشاف الذاتي المبكر يساعد الطلاب في توجيههم نحو اختيار التخصص والذي يتناسب معهم بشكل افضل ويساهم في تحقيق نجاحهم الاكاديمي والمياني يهلا فيكم ويحب رجعنا معكم من جديد في حلقتنا اليوم البحث عن الذات وارحب بضيفي الفاضل داخل الستوديو الدكتور عبد المحسن العازمي عضهي التدريس منتد في كلية التربية الأساسية حكرا دكتور وسعد عبد القاعد وانا سعيد دكتور اليوم سأتكلم معك عن حلقتنا البحث عن الذات وايضا الاختيار السليم للتخصص الدراسي يعني أيضا دكتور بعض يقول أن أصعب سؤالين من أنت وماذا تريد فهل الطالب دكتور بهذه السؤالين الصعبين ممكن يحدد شنو تخصصه وشنو يبيه في خوصة متوسطة والثانوية شوف أولا بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع تحديد التخصص أو المجال الدراسي لطالب المراحل أو المرحلة الثانوية ليش نقول حلنا المرحلة الثانوية لأن هذا التخصص موجود في المرحلة الثانوية أدبي أو علمي دائما المراحل التعليم هي امتدادا للتحصيل العلمي للطالب تنمية التحصيل العلمي السقل للمواد العلمية والأدبية زيادة معلومات زيادة معلومات عند الطالب لما يصل الطالب إلى المرحلة الثانوية خاصة في الصف العاشر دائما يدرس أو منهج المرحلة الثانوية يدرس المواد الأدبية والعلمية في مرحلة الصف العاشر يرى ميولة هل ميولة ميول أدبي أو ميولة ميول الجانب العلمي تخصصي لأن هذا سيحتمد على ما هو مطلوب منه في المرحلة الجامعية خاصة الكلية و هو مطلوب منه في الوظيفة التي يتمنى أن يكون أو يلتحق في هذه الوظيفة فهي مرتبطة في ميول و مرتبطة بقدرات اختلاف القدرات عند الطلاب يعني هذه الفوارق الفردية الموجودة تبين دائما في المرحلة الثانوية دائما أولياء الأمور دائما يرغب أن يكون الأبن في الجانب الدراسي العلمي أو الهدبي فيكون هناك فيه مجرد أراء بين أولياء الأمور و بين الطالب نفسه حتى الطالب نفسه يكتشف هذه في المرحلة الثانوية و من بعدها عاد يدخل في الجانب العلمي أو الجانب الأدبي ثم تنمي هذه الأمور إلى أن يصل إلى المرحلة الجامعية لأنها يلتحق بكليات متخصصة أدبية أما تكون علمية طيب كور هل ممكن الطالب بهذه المرحلة أو هذا السن المتوسط أو الثانوي مثل ما تفضلت هذه المرحلة الحاسمة ممكن هو يأخذ هذا القرار بنفسه و يحدد هدفه عادة الطلاب في المرحلة المتوسطة ملاحظة أولياء الأمور عليهم في الجانب الدراسي و التحصي الدراسي هل هو في الجانب العلمي أو جانب الأدبي من المتوسطة من المرحلة المتوسطة يعرف ميول الطالب هذا هو مقبل إلى مرحلة تعليمية جديدة مرحلة ثانوية هذه المرحلة الثانوية فيها تخصصين تخصص أدبي و علمي بالصف العادي عشر هل الطالب هذا في المواد العلمية متفوق أو في المواد الأدبية متفوق فهذا الميول بداية اكتشاف الميول يعني في الدرجات في المواد هذه مؤشر نعم هذه مؤشر للطالب ذاته ولي ولي أمره هذا أن يكون هو رأي مشترك بين ولي الأمر و بين الطالب لأنه يكون له طموح معين و أنه يلتحق بكلية معينة أو يلتحق بوظيفة معينة بعد الكلية فهي تحدد الجانب العلمي أو الجانب الأدبي إذن الأقرار من يتخذ كل الأقرار بعد ما عرفت هذه المؤشرات هذه دائما نحن في هذا الحقل التربوي بتصير عملية مشتركة بين الطالب و بين ولي أمره الولي أمر يتمنى أن يكون هذا الأبن في هذا المجال و الطالب له قدرات معينة توضح ما هي الميول الميول الدراسي اللي راح يتبعه لأنه راح يلتحق في جامعة و في كلية معينة من خلالها بعدها راح يوصل إلى عملية التوظيف و الوظيفة اللي هو يتمناها بعدها تكون مشتركة بين الطالب و بين ولي الأمر يعني السؤال العبارة المشهورة روح علمي و الأدبي هذا السؤال من يجاوب عنا الطالب؟ هذا يجاوب عنا الطالب ممتاز برأي و للأمر أيضا دائما أرى أولياء الأمور تكون يعني الحين ما شاء الله الكل متعلم و الكل منفتح على التخصصات و الكل عارف الوظائف اللي موجودة فيعطي رأي للأبن علشان يكمل مسيرة خاصة مسيرتها العلمية في تخصص وهو يرغب وهو متسهد فيه أصلا ممتاز إذن دكتور يعني مسألة تحديد خنقول التخصص و المجال الدراسي المقبل بعد يعني بالثنوية و يتحدد طبعا أيضا مستقبلك الوظيفي نعم هذه التحديد بيد خنقول الطالب و أيضا في دور للأسرة نعم نعم أكيد هنا في دور لأن الوقت الحالي يعني 90% من أولياء الأمور متعلمين و جامعيين و بعضهم دراسات علية فيساعد الطالب على اختيار التخصص اللي يكون له ميول من قبل الطالب و قدرات عنده بالضبع علشان بعدها يكون اختيار الكلية المعنية في هذا التخصص لأنه يكون عنده طموح أن يصل إلى وظيفة معي أيضا دكتور بالصف العاشر يعني وزارة التربية وضعت 11 مادة لإعداد الطالب و تهيئة أيضا هذا الجانب هم و نتكلم عن نتكلم بالضبط أن المواد المرحلة الثانوية أتوقع أنها عدد 11 مادة إذا ما خلنا التعبير في عددهم لكن هي التي تحدد الطالب بقدراتها في مجالها الدراسي لأنها تحتوي على مواد علمية و مواد أدبية لكن عندما يلتحق في المواد الأدبية تكون مكثفة عليه و عندما يلتحق في المواد العلمية ستكون مكثفة عليه فهنا يحدد يحدد المجال الدراسي اللي هو قدراته فيها عالية بالاستمرار في اختيار الكلية المعنية في المجال النفس المجال الدراسي إن كان أدبي أو علمي سعني دكتور هناك معايير لازم الطالب يراعيه عند اختياره اللي يحدد تخصين سواء أدبي أو علمي نعم يختاره ليس بس إنه حب و هواية و ميول في معايير معينة في معايير معينة أولا المعيار العلمي هذا أهم معيار يتفق معاه جميع الأهل الميدان الطالب إذا كان قدراته في الجانب العلمي عالية يكون له الميول لأن يلتحق في الجانب الدراسي العلمي و إذا كانت أموره أو قدراته أو العلمية في الجانب الأدبي أيضا تجه إلى الجانب الأدبي لأنها مجرد أيضا هذه رح تكون في محيط الرغبة أنا رغبتي أن أدخل المجال الدراسي العلمي أو رغبتي أن أدخل المجال لأنه فيه هدف هو يسعي له لأن هذه وسيلة هو هدف يسعي له يسعي له أن يوصل إلى كلية هي متطلباتها يكون الجانب الدراسي العلمي أو الجانب الدراسي العدبي دكتور أذن مثل مهم أحيانا سنقول البيت أو الإسرة تضايقون من أن الأبن يحدد مسار تعليمي قد لا يكون لديهم مجالات عامة المستقبلية ما تنصح الجانب؟ أنا أنصح توعية الطالب باختيار مجال الدراسي وعدم الضغط عليه أكثر من حالات عندنا خاصة شفناها في الميدان التربوي و من خلال خبرتنا في المجال التعليمي كثير من أولياء الأمور يضغطون على الأبناء باختيار تخصص مجالي هو لا يرغب فيه و الدليل أنه لما يصل إلى المرحلة الجامعية لا يستكبل دراسة الجامعية و هذا ما حصل و كان في أكثر من دراسة حصلت في موضوع التسرب من بعض التخصصات نلقى أن الطالب لم يكن لها رغبة أن يدخل هذا التخصص لكن هناك رغبة من أولي الأمور و الأولي الأمور ساعدة على أن يصل إلى هذه الكلية فما يكون له رغبة فهنا دائما نقول وعد الطالب و خلك عليه أعطى الرأي و خلأه و يأخذ القرار في ذاته و ليس مجرد أن أنا أبيه يدخل علمي أو يدخل أدبي علشان بكرة يصير في كلية معينة و بكرة يأخذ وظيفة معينة خل الطالب هو الذي يختار الطالب هو الذي يكمل في الجامعة أنت لا تكمل في الجامعة يا ولي أمر الآن 90% أولي الأمور جامعيين 90% من وليات الأمر جامعيات فأنت عطت توعية صحيحة و خل الطالب هو الذي يختار تخصصه و هو الذي ينتقل إلى التجربة التعليم الجامعي و من خلالها يصل إلى عاملية التوضي أيضا ديكور هناك مسألة مهمة تعلق حتى قبل لطالب حتى يوصل المرحلة الثانوية هي مسألة اكتشاف ميول و قدرات الطالب من صغدا أن أرى الطالب يحب توجه للمعين حتى الأسرة لازم عليها دور في اكتشاف حتى ميول الطالب شوف لو نصنف الطلاب طلاب فائقين طلاب متعثرين المتعثر معناها أنه في وجود معوق يعيق من عملية التفوق لكن الطلب الفائقين طلب الفائقين المدرسة نفسها تلاحظ عليهم هل هم في المواد العلمية أو المواد الأدبية درجاتهم يعني وين رح يحدد مسارهم فلما يكون الطالب في المرحلة الثانوية حتى المدرسة المدرسة نفسها المرحلة الثانوية توعد طلاب باختيار التخصص المناسب اللي يتوافق مع قدراتهم وميولهم أنا عندي قدرة بأنني أدخل المجال الدراسي العلمي عندي قدرة متفوق ولكن ميولي أدبية أنا ميولي أدبية أنا بالدرجاتها فهني تبدأ المدرسة بتوعية الطالب من ناحية اختيار التخصص المجال الدراسي أيضا دور الأسرة أن تدعم الطالب باختيار ميولة ميولة ليش؟ لأن الميول هو اللي رح تكون هي الوسيلة اللي توصلك إلى الغاية أو الهدف أثم تكون أثرت مسألة مهمة فعلا أن البعض دكتور ما شاء الله بالثنين العامة يعني جاي بنسب تبارك الله مرتفعة بكل المواد يعني علمية والأدبية لكن لما توجه بحكمها النسبة العالية للتخصص العلمي بحكم أنه يقوي المستقبل وظيفي أو ما شبه ذلك ينصدم أن الجامعة الأمر مختلف مع أنه ما شاء الله متفوق ولم يوافق بذلك موضوع النسب موضوع يعني يمكن فيه أكثر من مجال نقدر أن تكلم فيه أو أنه يكون هناك بعض العدم التطرق لبعض المواضيع عندنا خاصة نسب الجامعة المحترفة نسب الجامعة المرتفعة نسب الجامعة المرتفعة هي دائما تعطي الطالب حقية الالتحاق بأي كليا من الكليات حكم نسبته إن شاء الله خاصة في الجامعات إذا كان في البعثات الخارجية أو إن كان في جامعة الكويت أكثر من هناك فيه اختبار قدرات هذا اختبار القدرات يوضح قدرة الطالب مع درجة المعدل التي حصل على نسبته ويبين كم تكون معدل العام عنده علشان يتحق في جامعة معينة نعم بس دائما لا نطلق على مؤشر النسب نترتفع عن النسب بميول الطالب يمكن تكون النسب هذه لها متغيرات واعتبارات أخرى حصل عليه الطالب نسبة عالية نظام التعليم عنده كان ثنوية كان مشتهد ويحضر دروس خرج للدوام مثلا يعني شهد حيلة ماشاء الله لكن لما راح الجامعة نقول نظام التعليم نفسه يعتمد عليه كبحث كأمور أخرى فمقادر يمشي نفسه لكنه قوي علميا يعني ما شاء الله رجل الجانب هذا ما هو جانب معوق هذا جانب هو اختلاف البيئة التعليمية من مرحلة ثانوية إلى مرحلة جامعية واختلاف وسائل التعليم واختلاف طرق التدريس واختلافات يعني عندنا أكثر من تغير محيط في البيئة الجامعية يختلف عن البيئة المدرسية الطالب معناها أنه وصل إلى أن يكون له نسبة عالية في الثانوية العامة معناها أن الطالب هذا مجتهد دراسيا صحيح قد تكون هكذا بعض المعوقات الموجودة داخل التعليم الجامعي من خلال أمور خارجية صحيح أما كانت تكون ظروف معينة أو سرية أو ظروف اجتماعية أو ظروف اقتصادية أيضا كثير من المعوقات تكون لها لكن هذا ما يعني أن الطالب يغفل عن موضوع ميولة يعني أنا نسبتي عالية في الثانوية العامة بالجانب بالدراسي العلمي أبل تحقق مثلا في كلية الطب أو كلية الهندسة معناها أني أنا قادر على أني أستوعب هذه المواد الموجودة داخل الكلية علشان أقدر أجتهت فيها أذن كتور هذا مسألة مهمة فعلا أنه بعد تور كانت نسبتها عالية فكانت مؤشر أنه قادر يكمل سنقول به الجانب العلمي لكن عندما وصل للجامعة أعتظر أنه ليس متمكن بشكل قوي أنه يدغى تخصص هذا تخصص يقوم على البحث و على قدرات أخرى هناك كان نوعا ما يعني معلومات و يحل فيها وجانب تلقيني أكثر أنا بوجهة نظري كخبرة بين التدريس في مراحل المختلفة في وزارة تربية أو في التدريس في الكلية أو في الإشراف على رسالة ماجستير و دكتوراه الطالب إذا وضع المواد بعين الاعتبار أنها متطلبات لحصول على درجة معينة من الشهادات الجامعية أو الدراسات العلية الاجتهاد واحد التحصيل العلمي واحد ولكن هناك بعض المتغيرات حوالين هذا الموضوع من عملية التوفيق من عملية التجهيز لهذه المرحلة عملية الاستيعاب ما هو المطوب من هذه المرحلة أكثر من المتغير واضح نعم نذكر نحن نكمل معاك إن شاء الله أكثر لكن بعد الوقفة إن شاء الله إذن نفاصل و أراجع إليكم أراجعنا معكم من جديد أيها الأحبة و أرحب من جديد بغيفي الفاضل دكتور موضوعنا اليوم نتكلم عن اختيار التخصص و القدرة على اقتخاذ قرار دكتور البعض بعد ما خلص الثانوية بنسبة عالية سنقول يتردد بالاختيار بين الكليات الجامعية فشون يتخلص من هذا التردد؟ هذا التخلص من التردد نرى عادة الطالب عندما يكون في المرحلة الثانوية يكون لها أمنية أمنية هذه انطلقت من خلال ميولة ميولة أن يكون بالجانب النراسي مثلا نقول أننا نتحق في الجانب الأدبي و حصل على نسبة عالية الكليات المتاحة أدبيا في الجانب الأدبي مثلا كلية الحقوق أو كلية الشريعة أو كليات التربية فيبدأ الطالب بإختيار رغبات إختيار رغبات عدة رغبات يمكن هنا تحصل هذه المشكلة بأن الطالب يقبل في تخصص بكل إحدى الكليات ليس له رغبة فيها ولكن لنظام تسجيل وضع عدة رغبات فعادة هذه المشكلة التي تحاصل أكثر طالب أن تسأل تقولها أنت لماذا لا أراد تكمل مع نسبتك عالية و أنت في كلية كذا قال أنا حطيت مثلا كلية معينة و أقبلوني في كلية ثانية لأنني حطيتها من ضمن الرغبات فهنا تحصل هذا كمعوق أساسي الذي أرام أنا لا أرى لموضوع التحصيل الدراسي معوق لأن الطالب هذا ما حصل على النسبة هذه إلا أن كان من وراء مجتهدات تذكر شون يحد الرغبات للطالب إذا قبل في تعبية نقول البيانات في الجامعة بعد الثانوية شون يحد الرغبات بالنسبة إلى الرغبات الرغبات تأتي حسب الشروط الموجودة خاصة في عملية تكون مستوفي جميع الشروط نحن نتكلم عن أن من متطلبات التسجيل أنك تسجل في الجامعة الكويت مثلا أن تضع عدة كليات تعبي كام لذينات لأن هذه نسبة تناسب بالقبول و فيه عدد والمورو والعداد الموجودة و المسموح فيها حسب النسبة الثانوية العامة إلى آخرها لكن أنت ملزم أن تعبي بالقبول ملزم أن تضع الرغبات في الرغبات و يقبل حسب النسبة حسب العدد ممتاز دكتور هل يختار التخصص بينه على الشغف و الميول أو على سوق العمل بهذا الجانب؟ التخصص هنا ينقسم قسمين القسم الأول المرتبط في الطالب نفسه أنا ميولي أن أدخل المرحلة إلى الجانب الدراسي العلمي علشان ألتحق بكلية معينة و علشان أصل إلى الوظيفة الأمر الثاني دائما هو التوعية التوعية من قبل الأسرة أولياء الأمور من قبل المرحلة الثانوية و وزارة التربية من قبل جامعة الكويت تبين أن سوق العمل في هذه الكليات يلتحق الطالب في هذه الكلية ثم يخرج إلى احتياج سوق العمل في تخصصات معينة فتبدأ رسم الخريطة خاصة خريطة التعليم من خلال مرحلة الثانوية و مرحلة الجامعية لأنه يصل إلى عملية التوظيف نعم إذن هناك معايير الأديتور لاختيار التخصص الجامعي بشكل صحيح أكيد أكيد المعايير لاختيار التخصص الجامعي أولا معيار التفوق العلمي اللي هو التحصيل العلمي للطالب هذا معيار مهم المعايير الآخر معيار الميول الرغبة في أن أصل إلى هذا التخصص المعايير الثالث توفير التخصص هذا يعني في بعض التخصصات خاصة تكون فيها القبول بسيط مثل الأمور مثلا خنقول تخصص الطب البشر الطب البشري لو كان عندي أنا أربعمائة أو خمسمائة متفوق حصلين على نسب عالية وسجلوا في جامعة الفيت لا يمكن قبولهم جميعهم لأنه فيه طاقة استيعابية تحدد هذا القبول فهذه من الأشياء المعايير اللي ياختيار يضطر أن يلجأ إلى الجامعات البعثات الخارجية في التعليم العالي علشان يلتحق في الجامعات هذه فأكثر من معيار يحدد وصول الطالب للرقبة في الدراسة في تخصص معين في المرحلة الجامعية إذا كان الطالب لديه خنقول مهيول معين لكن سوق العمل يحتاج أمور أخرى فشو تنصح الطالب هذا القبول؟ والله شوف دائما في توعيتنا للطلاب أن تختار التخصص الذي يكون مطروح في سوق العمل حتى لو لم يكن ترغف فيه حتى لو لم تكن ترغف فيه بمعنى في الأمن الأخيرة حصل عندنا زيادة في عدد التخصصات كثيرة في التعليم العالي وتعليم العالي نظم عملية التخصصات وفقا لقرارات الالتحاق وعدم الالتحاق من خلال تعاون مع ديوان خدمة مدنية بوجود حاجة لسوق العمل لتخصصات معينة والجهات المعنية بالوزارات كوزارة التربية أو الوزارات الأخرى فهذا تنظيم دولة كاملة متكاملة لا يمنع أن الطالب في وقت وصوله إلى مرحلة معينة أن تختلف رغبته لوجود عدة أشياء تمنعه من استمراره في رغبة معينة من التخصصات العلمية نعم أيضا نذكر في نفس الجانب هناك أيضا مثلا تفضل التخصصات أصبعت مطلوبة بشكل أكبر وإذا نعرف ما هي التخصصات المطلوبة في سوق العمل وما هي التخصصات التي توقعها لمطلوبة في سوق العمل التي تندرج تحت التخصصات المطلوبة من الجهات التعليمية أو المستشف التعليمية يعني لو تلاحظ حين جامعة الكويت ترى أن المجموعة الأماكن الموجودة من الكليات هي باحتياج سوق العمل التي تخرج الطالب معناها أحتاجه في سوق العمل أيضا هي العامة التعليم التطبيقي و مراحل الاتحاق بالكليات في المرحلة الثانوية و المرحلة المتوسطة أيضا هي احتياج سوق العمل هو توافق بين ما هو مطلوب و ما هو موجود علشان أنا أصل إلى تسكين عملية الوظائف الموجودة عندي من احتياجاتها يمكن أن يكون عندي تخصص معين عدد الملتحقين فيه عالي فما احتاجه فأمنع هذا التخصص بالكليات فترة معينة و يسمونه منع مؤقت و من ثم أفتح هذا المنع المؤقت لما يكون العدد عندي متناسب لكن أنا عندي مجموعة من المظائف موجودة و هذا يتطلب مني أن أفتح المجال لأن أوجه الطلاب إلى هذه التخصصات علشان سوق العمل محتاجه ممتغطي الكور إذا نفترض طالب قبل في كلية و يحبها و يرغب فيها لكن فيها اكتفاء بسوق العمل هل صح يغير هذا التخصص هذا الكليكور محسن؟ لا نستطيع أن نقول له غير التخصص لأن في فترة الأربع سنوات يوجد متغيرات كثيرة يعني من قبل في سنة خلال الأربع سنوات قد تكون هناك احتياج في أول سنة لا يوجد احتياج لكن في أربع سنوات يوجد احتياج صعب أن يأتي أقول له غير تخصصك صعبة إذا عرفنا فعلا أن هذه السنوات القادمة اللي سنقول لفق الدوان خدمة تنزل البيان لا نريد تخصص الفلاني هو قبل فيه مثلا هل يكمل بحكم حبها التخصص؟ نحن وجهتنا كدائما داعمين للطلبة طالب دام التحق بكلية و حابها التخصص لا تخليه يغير لأن عندك متغيرات موجودة راح تحيط في عملية هذه الوظيفة مستقبلا اليوم أنا في سنة 23 طالب التحق في سنة 23 سنة 27 أو 28 راح يتخرج الطالب قد أكون أنا محتاجة لا كنت محتاجة في 23 لكن محتاجة في سنة 28 فأنا لا أقدر أقول حق الطالب غير تخصصك لأن سوق العمل حاليا لا يحتاجك لأنه لا يتخرج بعد سنة و ستخرج بعد أربع سنوات أربع سنوات ستكون هناك أمور تغيرات كثيرة صحيح أبا النكتور مسألة هم خاشوة نقول بعض الطلبة ما كانوا ناجحين أثناء الدراسة لكن ما شاء الله أبدع و خارج الدراسة بمشاريع خاصة بمشاريع علمية متفوقة دكتور فأنتكلم عن هذه المسألة بالنسبة إلى الطلاب والمجال الدراسي والتفوق بالضبط التفوق الدراسي محدود في عملية مجموعة من المواد لكن أنت انتقلت إلى مثلا هذا الطالب متفوق في المجال العلمي قد يأخذ براعة اختراع في تخصص معين حواية معينة حواية معينة علما بأنه يمكن ما يكون متفوق دراسيا وهذا ما لاحظناه أنه في كثير من الأمور نرى أن الطلاب المتفوقين دراسيا قل عندهم في مثلا براءة الاختراع وعندما نرى الطلبة التي حصلين على براءة اختراع لا نرىهم مع الطلبة المتفوقين لأنه ليس مقياسا محددا في موضوع عملية التفوق هي مرتبطة بالميول مرتبطة بالقدرات مرتبطة بالذات مرتبطة بالفكر مرتبطة بالشياء كثيرة بس أنه تلقى دائما الطلاب متفوق علميا وليس له أي نشاط علمي صحيح نعم أتذكر شون به الجانب أكتشف الطالب موكرا عشان ما أظلمه قد يأخذ درجة بمادة معينة أمواد ما تعكس فعلا مستوى الدراسي كما تفضلت عنده غروف معينة مع وقات بالا ممع الدراسة لكن ما شاء الله ذكي هذا الطالب أعطيك مثال بسيط دورة الألعاب الأسيوية من ضمنهم قد يكون لاعبين أو طلاب بمرحلة جامعية يحصل على مدالية في نشاط رياضي معين نشاط رياضي ولكن هو غير متفوق علميا في اختلاف خاصة في اجتهادة في تخصص معين و في دراسة لأن الدراسة مجموعة من العلوم تكون في دائرة تربوية أو دائرة أكاديمية الطالب يكون فيها ممارس هذه العملية التعليم و ممارس عملية طرق التدريس و يأخذ أكبر درجات لكن لا يكون عندها مثلا تفوق أو اجتهاد خارج النطاق التعليم لذلك يفترض إذا تأيدني أن نحاول من صغر نحاول نكتشف فعلا ميول هذا الطالب أو الطالبة حتى نقول من الابتدائي بعد نحاول نعرف أن ندخل نشاط جماعة و نرى ميولة و يحب أي ألعاب و فيها تركيب و يحب اللغة نحاول أن نكتشف الجانب فيهم جميع الأنشطة الموجودة داخل المدارس لاكتشاف مواهب الطلاب عادتها تكون من خلال البرامج الموجودة داخل المدرسة مقابلها جانب التعليمي جانب التعليمي مستمر و جانب الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية أيضا مستمر إن كان نشاط رياضي إن كان نشاط اجتماعي إن كان نشاط أدبي إن كان نشاط فكري إن كان نشاط علمي ثقافة هي عامة مجموعة العلوم من خلال عملية الأنشطة تقوم بتنميتها و يوصل إلى مرحلة الإبداع الطالب مبدع في عملية مثلا النشاط الزراعي النشاط الفني الثقافي لأن نم العملية هذه من خلال البرامج الموجودة داخل المدرسة بضلط إذن شكرا هناك جانب مهم بما توضلت التواصل بين المدرسة و البيت بيعطاها نقول تقارير ما يمنع أن المدرسة يبلغون الأمر طفلك أو بنتك متميز بالجانب الثاني يحتم فيه أيضا في البيت بالجانب هذا شوف دائما تعاون الأسرة مع المدرسة هذا تعاون أساسي عندنا خاصة في المجال التعليمي لأن أحد الجوانب فيها التي طرقتها وهي أنه اهتمام في الطالب هذا خاصة الأمر دائما يحضر المدرسة و يبلغ الإدارة المدرسية بأن الأبن يرغب في أن يلتحق في إحدى الأنشطة الرياضية مثلا أو الأنشطة الزراعية ترى لأن هذا الولد حب هذا الميون فيطلب منهم أن يكون فيه اهتمام أكثر فيبدأ الاهتمام يبدأ الاهتمام وتنميته و هذا ما يكون التعاون بين الأسرة و المدرسة كخدمة مجتمعية للطالب هذا عشان يصل إلى هدف معين أنه والله مجتهد في هذا المجال و من خلال المجال هذا نقدر نميه و إذا ذكرت أيضني أكثر سنقول مبدعي ما شاء الله متميزين في عملهم كانت مهنتهم في العمل هي نفسها كانت حوايتهم الدراسية من الصخر فالتعليقات أعجام الله شوف عادة تجد الطلاب مهتمين في هواية معينة هذه الهواية خلال مرحلة الدراسة أو خلال العام الدراسي يقوم بتنميتها و من خلال مساعدة المدرسة و الأسرة يصل إلى أن يكون أحد المبدعين في هذه الهواية علما بأن اجتهاده داخل المدرسة بدروسه و تحصيلها العلمي مستمر هذه حياة مستمرة خاصة ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ينتقل من مرحلة الابتدائية إلى مرحلة متوسطة من مرحلة متوسطة إلى مرحلة ثانوية يمكن ترقى الهواية هذه عنده يعني أنا أقولك دام حين نتطرقنا موضوعها نعم أحد الطلاب هواية التكولوجيا و علم الالكتكولوجيا بالكامل نعم درس لين وصل المرحلة الثانوية و كان جانب الدراسي العلمي متفوق افتحق بأحدى الجامعات خارج الكويت بتخصص طب طلع بعثة طب تخرج بعد سبع سنوات طبيب و الجانب العلمي الجانب التكولوجي عنده جانب وصل إلى أن يكون الجانب عنده مبدع في المجال الإلكتروني يمارس هذه الهوية و يؤدي عملها كطبيب لماذا؟ لأنه نماها من صغر وياه صارت من صغر وياه يعني أيضا يستطيع استخدمها بالجمع بين أثنين بين التكولوجيا و بين الطب لأننا عمور كلها متداخلة في بعض أحنا نشكرك كل شكر الله أسلم أصلم معك الختام و أتمنى لك شارعا دائما التوفيق و النجاح الله يسلم لكم مشكورين على استضافة هذه و أعطيكم الأقل أشكر لك أيضا شكر مصول لكم أيها الأحبة على هذه المتابعة كنوا معنا إن شاء الله في حلقة مقبلة حتى ذلك الحين نستبدعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا